تنزيم البطولة كمان برضه كان في الكريم، يعني زي ما كابتن حاسم قيل ال pertence nthat could be tenim 100% صح. تنزيم البطولة برضه بتاع الدور الجنholder برضه. كاي ممكن تلعب في اسبوع ٣ماطشاط وتاعت شهر متلعبش. ممكن تلعب في اسبوع ١ وطاعت شهر متلعبش. ماده الحمل التدريبي بتاعو مش مش بزبوط Salv Втор Temple. مع برضه قلة النوم مع برضه اللعيب عازي ظهر مع برضه اللعيب مش في دماغ فمسلا موضوع داعي لعب ماتل ت bear in the blabel. انت الوقت من اللعيب الجيل اللي انت لسه مبطل حالا يعني اه تمام فانت تقدر تقول اللي بيحصل انا واحد من الناس كابتن كنت ببعرف اللي ليه و اللي علي بالضبط بقى انا مش بكلم عنيك انا متكلم على الجيل انا انا بقول لك ما هو اللعيب عايز ايه بالضبط اللعيب عايز يأكل كويس يشرب كويس يزاكر كويس في الكورة تدريبات يعني 100 مليون في المية انا برضو كابتن برضو كان عندنا مشكلة في تنظيم البطولة العب ماتشين في اسبوع او ثلاث ماتشات في عشرة ايام واعد شهر ونص مريح ماتشات ودية مش جديد الماتشات الرسمية فاجي العب بعديها ثلاث ماتشات مثلا في عشرة ايام كابتن حسن اجي بعديها الاقي مثلا شهرين مريح ده كله برضو الحم تدريبي بتاعك برضو مش مظبوط حاجات كتير سافرياب برضو كتير مش مظبوط هي دي مع الفكر بتاع اللعيب نفسه يعني الدينة متبقاش ماشى معاه 100% بس انا شايف موضوع الماتشات اللي هي نه的 الاهل اوي بطولة تلع في بطولة لا انا برضو نهج لازق اللعبة اهل واماز مثلا لازم الاطرعت بيلعب بطول dimension او ربك كتير او ربك كتا كابتن لا انت هجيب فلوس منين ها ابDet Earl ده 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 سمار انا ما اخش البطولة افراكية اخد البطولة باخد فلوس اما اخش الدورة اخد فلوس لما اخش البطولة العربية اخش اخد فلوس فده كل ده كل ده كل ده كل ده فلوس يا كبتن لازم تبقى بس هو الموطة بقى كبتن الكريم اللي انا شايفها ان كل مدربين الدوري بيوجدوا حلول مبررات للخصارة بتاعتني طب قولي انخش في الموضوع انا قولت اسألكوا السؤال ده ليه عشان انا هملاحظ الاسبوع اللي فده الزمالك يكسب الترجل 3 ويعمل اداء عالمي وبعدين يعمل اداء واحش قوي يوصل من امبي الاهلي يكسب المقاولين ويروح يتغرب خمسة من سانداونز كمات شتو جاء يعني فيراميدز كسبان اسكو داكارة هناك فتوجو اربعة ويخسر من البنك الاهلي مع الاحترام طبعا للاندية البنك الاهلي عمل جيم كبير مع فيراميدز الامبي عمل جيم كبير مع الزمالك تفاهم قصدي لكن في ملاحظة باينة ان الاندية مش يعني تلات تيام تشوفوا بيلعب ماتش عالمي بعدها بتلات تيام او اربعة تيام تليه ماتش وحيش قوي نقطة ايه سبب بقى من وجه تنظري السبب بقى من وجه تنظري واللي الواحد شايفه رغبة اللعيب للمكسة بالزبط لعيبة امبي عندها رغبة ان هي تكسب نادي زمالك اكتر من اللعب زمالك بكتير بالزبط والجاري بتاعهم والضغط بتاعهم والكرة التانية وتنفيذ كلام من المدير الفاني رغبة بس ولا حالة بدنية كله اللعيب مش جاهزة بدنية روح طبعا كبير دخل على الماتش بتيجي تقول للعيب روحه بتبقى عاملة ازاي الكرة المشتركة عاملة ازاي الكرة التانية بتبقى عاملة ازاي ذهنك عامل ازاي تركيزك انت النادي الاهلي لما خسر اول ثلاثة اربع دقائق في الماتش سندوين بسبب تركيز اللعيبة دخول الماتش دخول الماتش بتاع الاربع ديفنس مع الاثنين اللي في القلب كان دخول ضعيف جدا تركيز ضعيف لما تيجي تلاقي الاثنين الديفندر بتوعك بس خلي بالك انت دخلت الماتش وحش واستمر الكل يعني الاداء على مدار الشوطين بوستا كابتن الماتش بتاع النادي الاهلي كان فيه بدل غير طبيعي اللعيبة كلها مكانش مركزة 100% الماتش ده بزيات برضو مش قصة لعيبة بس مدرم مختارش الطريقة كله كله برضو ساعة ثلاثة الظهر برضو والاحتكال برضو اللعيبة برضو انت لعبت في الساعة ثلاثة بتلعب انت لعبت قدام الهلال نفس الموضوع بزيبط قبل كدا لما اتغلبت حتى كور مش طرت برضو موضوع الساعة ثلاثة مش مابرر احنا مش عايزين نوجد مبررات يعيبة كابتن حاسم مش متعوضين احنا عايزين نعرف المشكلة فين ونروح لها مبررات احنا مش متعودة كابتن كارين مش متعوضين اليوم معرابوا ساعة ثلاثة مش متعودوا لعبوا ساعة ثلاثة